يعني في ناس بتظن ان الاغذية الغنية بالسكريات والدهون ان هي الحل في مثلا زيادة الوزن عند الطفل لكن انا بقول بشكل مستمر التاغذية السليمة المتوزنة المتنوعة المتكملة اللي بتحتوي على كافة العناصر الجزائية هي مهمة جدا للطفل عشان نلبي كافة احتياجاته من الكربوهيدريت من الفات من البروتينات من الفيتامينات من الاملاح المعدنية من الالياح من المية فالاسليب الغير الصحية عايزين نبعد عنها بأي من الاحوال في ناس يقول لك مثلا ولا يكن عايزة تزيد خليها تاكل حلوات كثير تاكل شوكولاتك كثير تاكل مشروبات غازية كثير تاكل اطعامة مقالية كثير تاكل مثلا مواد باسمة كثير لكن بناكل هنزيد في الوزن لكن بتزيد زيادة غير صحية وبالتالي يحصل مشاكل صحية لها كنتيجة للاكل غير صحي فمراعاة ان احنا مثلا ولا يكن ان نركز في الاكل بتاعنا انه يكون اكل في كل حاجة يبقى في كل حاجة موجودة عندنا بالاحتياجات المسلا المناسبة على طبيعة لطبيعة الشخص وخصوصا الطفل يعني انا بقول مثلا لو بنتكلم مثلا عن الكربوهايدريت العيش بتاعنا مثلا البلدي والمكارونة والرز والبطاطا مع التركيز طبعا الحاجات اللي فيها الحبوب الكاملة لين الحبوب الكاملة والكربوهايدريت المعقدة مثلا زي الرز البني والشوفان وحبوب الفطار الكاملة والبطاطا دي كده مثلا يكون اول جزء من الاكل بتاعنا اللي هو بنتكلم عن جزء اللي هو الكربوهايدريت ثاني حاجة بنتكلم ان احنا عايزين نتناول حصص برضو الفواكه والخضروات ما تقولش ده نحيفة كده كده ان الفاكهة والخضروات مش هتخلات تزيد ايو ايو اكلوا كل حاجة يعني يعني كل حاجة الطفل هيكلها بس بدل مسلا ما تدلوا سمرة الفاكهة هيكلها كده لا اعملها له دايما على هيئة عصايا بيحبها منجة بالحليب مسلا تجيب المنجة وتحط الحليب عليها وشوية مكسرات جواها ومعلاقة كاكاو يا سلام عملت له حاجة فيها سعرات حرابية عالية جدا